جمال من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول عندنا عادة عندما يبني شخص بيتا يقول يذبح ديك على عتبات هذا البيت على مدخل البيت هل هذا من الشرك جمال بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا تجددت له نعمة مثلا بناء بيت شراء سيارة حصول على وظيفة يحمد الله عز وجل على ذلك ويسأل الله تعالى من خير هذا الأمر ويستعيد بالله تعالى من شره هذا هو المشروع هذا هو المشروع أما الذبح أما الذبح فإذا كان والله ذبح ذبيحة ليدعو أرحامه وأقاربه من باب الفرح بنعمة الله حتى يعرفوا محل بيته ويزورونه ويتواصلون معه كما جرت عادة كثير من الناس أو مثلا عمل من دون ذبيحة عمل وليمة مثلا هذا ما في بأس هذا من قبيل العادات أما أن يذبح ديكا على وجه الخصوص يذبح ديك على مدخل البيت فإذا كان ذبحه لغير الله كأن يذبحه للجن حتى لا يؤذونه في بيته وكذا هذا شرك أكبر بالله رب العالم نسأل الله العافية والسلام ولذلك هذا ذبح لغير الله والذبح عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله ويقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فإذا كان ذبحها بهذه النية وبهذا القصد على أن للجن حتى لا يؤذونه في بيته وحتى لا يزعجونه في بيته هذا الشرك بالله أما إذا ذبحه لطرد الحسد أو العين هذه تميمة مثل التمائم مثل ما يحصل في التمائم يعلق شيء على جدران البيت وأيضا هذه على حسب ما قام في نفسه فإذا كان يعتقد بأن ذبح الديك لطرد الحسد وللعين هذه بدعة قبيحة وسيلة من وسائل الشرك الأكبر وسيلة من وسائل الشرك الأكبر وأما إذا ذبحها اعتقادا بأن هذا هو بذاته وهو يتقر فيه الأرواح الخبيثة مثل الأول لدفع الشر لدفع العين ودفع الحسد هذا أخذ الحكم الأول نسأل الله العافية والسلام ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن أتعجب الله ونحن في زمن العلم وانتشار السنة وانتشار الحمد لله الخير أن يبقى أناس في مثل هذا الجهل وفي مثل هذا التخلف يذبحون بمثل هذه الطريقة هذه أفعال ما تصدر إلا من بيئات جاهلة مريضة بمرض الجهل والخرافة والأسطورة كيف إنسان من الله عليه بهذا الإيمان وبهذا الإسلام يروح يتقرب إلى الجن بديك وذبائح نسأل الله العافية والسلام ولذلك أخي الفاضل هذه العادة يجب أن تبطل ويجب على كل من اعتقدها أن يتوب إلى الله عز وجل منها وأن يستغفر الله عز وجل ويجب أن ينتشر الوعي بين الناس بترك هذه الأشياء الشركية والبدعية والوسائل المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبقين في عنق بعير وطر إلا قطع كان يعلقون في رقاب الإبل ما يعتقدون بأن يدفع العين والحسد كان يقطعها النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بقطعها وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن التمائم والتولة إن الرقى والتمائم والتولة الشرك مقصود بالرقى الشركية وليس الشرعية والتمائم هو كل ما يعلق على البيت أو السيارة أو الأولاد مثلا يعلقون بعض الناس حتى بعض سيارات الأجرة تجد يعلق كف مثلا في عين مثلا هذه تميمة والعياذ بالله محرمة ولا تجوز بعضهم يعلق خرق سوداء بعضهم يعلق خرزة خرزة وبعضهم يعلق صورة عين هذا كله تمائم شركية والعياذ بالله صححوا إيمانكم صححوا إسلامكم اتقوا الله اتركوا هذه الوسائل بعض الناس الآن يكتب حتى على بيته كتابات هذه تميمة من التمائم هذه تميمة من التمائم لأنه أصلا هو خاف من الحسد والعين وذهب يعلق مثل هذه الأشياء ما يصرح يا أخواني صححوا إيمانكم صححوا إسلامكم عقيدتكم اتركوا هذه الوسائل هذه وسائل محرمة ما في أعظم من حسنة التوحيد ولا في أفضع وأشنع من سيئة الشرك والعياذ بالله إبراهيم أبو الأنبياء يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام يقول إبراهيم التيمي من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء خاف من الشرك نحن نسعى بأرجلنا إلى مثل هذه الوسائل الشركية نحن الذين نشتريها ونطلبها ونفعلها صحوا يا أخواني وراجعوا أنفسكم راجعوا العلماء اتقوا الله في أنفسكم القضية قضيتكم أنتم أنتم ستسألون يوم القيامة أنتم ستسألون يوم القيامة هذه والله لن ترد من قدر الله شيء ولو كانت خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهذه موجودة عند المشركين وعند أهل الجاهلية فأبطلها صلى الله عليه وآله سلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك شرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا حذر من الشرك يقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصان قل جل وعلا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حسنة التوحيد لو لقي العبد ربه بكبائر أو بمعاصي غير الشرك لقيه يكون تحت مشيئة الله لأنه عنده لا إله إلا الله الصافية النقية اللي حقق فيها الشروط وقطع كل ما يخل بهذه الكلمة الله عزي يقول تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضل هذه الحسنة حسنة التوحيد والإيمان وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يودخيله الجنة أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وجمال لأنتم مهمتكم أنت والأخيار والفضلة من طلاب العلم تعليم الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس محاولة كنس هذه العادات اللي تخالف عقيدة المسلم ما ينبغي للناس أن يبقوا على هذه العادات والتقاليد السيئة التي تضرب الإيمان والإسلام